سلامة الله وبركاته أهلا بكم أحبابي طلاب الصف الأول الإعدادي في الدرس التالت من الوحدة التانية من دروس التاريخ للفصل الدراسي التاني الفين تلاتة وعشرين الفين اربعة وعشرين الدرس زي ما هو قدامكم يا شباب بعنوان مصر تحت حكم الرومان قبل ما نتكلم عن مظاهر الحضرة الرومانية في مصر قبل ما نتكلم كيف أصبحت مصر ولاية رومانية ما تيجوا ويا بعض كده نتعرف يعني إيه رومان بيقول لنا ما المقصود بالرومان المقصود بالرومان هم سكان الامبراطورية الرومانية الذين حكموا مصر بعد القضاء على دولة البطالمة تعرف ده موجود في كتاب المدرسة بنغفل عنه دايما لأنه موجود دايما كده في مربعات على شمال الشرح نتفاجئ إن بيجي منه أسئلة في الامتحانات فأي حاجة موجودة في كتاب المدرسة احنا ملزمين بها شباب ما المقصود بالرومان هم سكان الامبراطورية الرومانية الذين حكموا مصر بعد القضاء على دولة البطالمة طيب ويا بعد كده نتعرف على العلاقة بين الامبراطورية الرومانية ودولة البطالمة بيقول إنه مرت العلاقة بين رومى ودولة البطالمة بثلاث مراحل نبدأ كده أول مرحلة معانا اللي هي المرحلة الأولى يا طرى المرحلة الأولى كانت عبارة عن إيه بين رومى ودولة البطالمة المرحلة الأولى كانت عبارة عن علاقة ود وتبادل تجاري حيث كانت مصر قوية في عهد البطالمة الأوائل من أول بطليموس الأول لحد بطليموس الثالث يعني عندنا بطليموس الأول بطليموس الثاني بطليموس الثالث دول كانوا حكم أقوياء الإمبراطورية الرومانية كانت قوية فالعلاقة دائما بين القو والقوي هي علاقة ود وتبادل تجاري نتعرف على المرحلة الثانية من العلاقة بين روما ودولة البطالمة عندما ضعفت دولة البطالمة كلام ده هي بداية من عهد من بأن؟ من عهد بطليموس الرابع عندما ضعفت دولة البطالمة لأن روما تفرض حمايتها على ملوك البطالمة ويتخذ شكل الحماية شكل التدخل السياسي الروماني في شؤون مصر باعتبارها القوى العظمى في العالم إذا كانت عندنا قوتين عظميتين في العالم اللي هي البطالمة والرومان البطالمة ضعفت فأصبح عندنا كم قوة عظمى في العالم قوة واحدة بس اللي هي الإمبراطورية الرومانية الإمبراطورية الرومانية أصبحت القوى العظمى الوحيدة في العالم فالإن الإمبراطورية الرومانية بتتدخل سياسيا في شؤون مصر الداخلية يعني إيه بقى أن بتتدخل سياسيا في شؤون مصر الداخلية يعني تدى أوامر لملوك البطالمة وملوك البطالمة ما عليهم إلا التنفيذ طيب بقى لو ملوك البطالمة ما نفزوش أوامر الامبراطورية الرومانية أكيد الملك اللي مش هينفز تعليمات أو وصايا الامبراطورية الرومانية هيشل من الايه؟ هيشل من الحكم دي المرحلة التالية طيب المرحلة التالتة من العلاقة بين روما ودولة البطالمة عندما ضعفت بقى دولة البطالمة بقى على الآخر لين بقى دولة روما الامبراطورية الرومانية مش تتدخل سياسيا فقط لا وتتدخل عسكريا وتيجي تحتل مصر سنة 30 قبل الميلاد يبقى المرحلة الثالثة كانت عبارة عن تدخل سياسي واحتلال عسكري حتى سيطرت روما على مصر عام 30 قبل قبل الميلاد يبقى احنا كده اخدنا العلاقة بين روما ودولة البطالمة ثلاث مراحل نلخص الثلاث مراحل دول كل مرحلة في كلمتين المرحلة الاولى تبادل تجاري المرحلة الثانية تدخل سياسي تدخل سياسي من مين من روما في شؤون مين في شؤون البطالمة بل المرحلة الاولى تبادل تجاري المرحلة التانية تدخل سياسي المرحلة التالتة تدخل عسكري وبكده اصبحت مصر ولاية رومانية عم كام عم 30 قبل الميلاد طب ما تجوى يا بعض كده نتعرف على قصة غازو الرومان لمصر احتلال الرومان لمصر بس تعالوا كده ناخد القصة من البداية خالص ويا بعض نتعرف على قصة احتلال الرومان لمصر كان عندنا حاكم رومى الامبراطورية الرومانية كان اسمه يوليوس قيصر الامبراطور يوليوس قيصر تم قتله ابقى النتائج المترتبة على مقتل يوليوس قيصر النتائج المترتبة على مقتل يوليوس قيصر اللي قدامنا شفاب قيام الحرب الاهلية في رومى ايه ايه حتة الحرب الاهلية دي يعني ايه حرب اهلية بيقولنا الحرب الاهلية هي الحرب بين ابناء الشعب الواحد الكلام ده حصل امتى حصل في رومى بعد مقتل قائد رومى قائد الامبراطورية الرومانية يوليوس قيصر وبالتالي انتهت الحرب الاهلية بالاتفاق بين قواد يوليوس قيصر على تقسيم الامبراطورية الرومانية بينهم بين بعض هم قواد قادة يوليوس قيصر كانوا واحد كانوا اتنين واحد اسمه اكتافيوس واحد اسمه انطونيوس هنشوف اكتافيوس وانطونيوس اتفاقوا على تقسيم الامبراطورية الرومانية بينهم بين بعض ازاي؟ اكتافيوس قال أنا هاخد القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية وبالتالي أنتونيوس قال أنا هاخد القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية يبقى النتائج المترتبة على مقتن يوليوس كيسر قيام الحرب الاهلية في روما تقسيم الامبراطورية الرومانية بين أكتافيوس وأنتونيوس حيث تولى أكتافيوس حكم القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية وتولى أنطنيوس حكم القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية يا ترى مصر كانت مش احنا قلنا دلوقتي في المرحلة الثانية قبل تدخل العسكري قبل احتلال الرومان لمصر سنة ثلاثين قبل الميلاد مش احنا قلنا ان الإمبراطورية الرومانية فرضت حمايتها على ملوك البطالمة طيب دولة البطالمة بان اللي في مصر كانت يا ترى تبع القسم الغرب من الامبراطورية الرومانية ولا القسم الشرقي اكيد تبع القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية لان مصر لو جانا نبص على موقعها الجغرافي هنلاقاها بتقع شرق روما اللي هي عاصمة الامبراطورية الرومانية اللي هي عاصمة دولة ايه حاليا يا شباب روما عاصمة دولة ايه تمام عاصمة دولة ايطاليا مصر تبع القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية اللي فرض عليها حمايتها من بأن اللي له حق التدخل بأن في شؤون مصر الداخلية يفرض حمايته على ملوك البطال لم أكتافيس ولا أنتونيوس أكد أنتونيوس أكد أنتونيوس اللي بيحكم من قسم الشرق من الإمبراطورية الرومانية هو الذي له حق التدخل وفرض حمايتها على ملوك البطال في مصر من اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت بعد مقتل يوليوس قيصر اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت كليو بطرة السابعة آخر ملوك البطال لم في مصر كليو بطرة السابعة كان عندها من الزكاء أن هي وجهت لأنتونيوس دعوة إلى زيارة مصر وبالفعل استجاب أنتونيوس ويجزر مصر فأعجب بكليو بطرة السابعة وتزوجها ولذلك لما يجي يقول لنا بما تفسر ما جاء أنتونيوس إلى مصر جاء إلى مصر بعد أن وجهت له كليو بطرة السابعة آخر ملوك البطال لما في مصر الدعوة لزيارة مصر فأعجب بها فأعجب بها وتزوجها لسبب ما جاء أنتونيوس إلى مصر أصدقاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم من أصدقاء الأمس؟ أصدقاء الأمس قادت يوليوس قيسر أكتافيوس وأنتونيوس أطرفها أنتونيوس وكليو بطرة من جهة تحالفت كليو بطرة مع أنتونيوس ضد أكتافيوس من جهة أخرى طب مكانها السواحل الغربية لبلاد اليونان أنتوا فاكرين بلاد اليونان كنا بنسميها أيام زمان إيه؟ كنا بنسميها أيام زمان بلاد الأغريقة ولذلك لما نيجي نقول الحضارة الإغرقية هو المقصود بها أيضا الحضارة اليونانية معركة أكتيوم تاريخها 31 قبل الميلاد أطرفها أنتونيوس وكليو بطرة من جهة وأكتافيوس من جهة أخرى مكانها السواحل الغربية لبلاد اليونان طيب ويبعض نتعرف على معنى كلمة غزو مش احنا بنقول غزو الرومان لمصر بنقول استلاء الرومان على مصر تعالوا نتعرف كده على كلمة غزو غزو هو شكل من أشكال الاستعمار يهدف إلى السيطرة على البلاد عسكريا ونهب خيراتها تعرفات احنا قلنا التعرفات بتيجي في الامتحاد لازم تعرفات يا إما في الجغرافيا يا إما في التاريخ يعني أقل حاجة أربع درجات من الاتنين وثلاثين درجة بتاع الامتحان بيوجو دايما في التعرفات غزو وشكل من أشكال الاستعمار يهدف إلى السيطرة على البلاد عسكريا ونهب خيراتها ويبعض نتعرف على أسباب معركة أكتيوم البحرية توطرت العلاقات بين أكتافيوس وأنطونيوس حيث قام أنطونيوس بي إهداء كليوباطرة السابعة وابنائها بعض الأقاليم التي فتحها في الشرق من اللي فتح الأقاليم دي جيش الإمبراطورية الروماني إبعا مش من حق أنطونيوس أنه هو يهدي هذه الأقاليم إلى كليوباطرة السابعة وابنائها إلا طبعا بعد موافقة أكتافيوس شريكه في الحكم توطرت العلاقة بين أنطونيوس وأكتافيوس لأن أنطونيوس أهدى كليوباطرة السابعة وأبنائها بعد الأقاليم التي فتحها في الشرق لإن أنطونيوس بردو يحتفل بانتصاراته في مصر وليس في روما وده الاتنين دول يعتبرهم خروج عن التقاليد الرومانية التي اتبعها أنطونيوس وزعلت منه أكتافيوس عشان كده توطرت العلاقة بين أكتافيوس وأنتونيوس لأن أنطونيوس قام بإهداء كليوباطرة السابعة وأبنائها بعض الأقاليم التي فتحها في الشرق احتفل بانتصاراته في مصر وليس وليس في روما بدأت المعركة بسبب توطر العلاقة بين أكتافيوس وأنتونيوس بسبب الله أنطونيوس عمله تعويه بعض نتعرف على نتائج معركة أكتيوم البحري احنا قلنا دايما قبل كده ان أي معركة بتقبل بين طرفين ولا بد من انتصار طرف على الآخر مين يا طرف اللي انتصر في معركة أكتيوم على الآخر انتصر أكتافيوس على أنطونيوس وكليوباطرة السابعة احنا قلنا ان كليوباطرة السابعة تحالفت مع أنطونيوس زوجها بعتبروا انه هو زوجها ضد أكتافيوس فالمعركة انتهت بانتصار أكتافيوس على أنطونيوس وكليوباطرة السابعة اتنين انتحار انتونيوس بعد المعركة وتبعته كليو بطرة في الانتحار انتونيوس كليو بطرة كانوا يعتبروا ملوك ديملك امبراطوريا الرومانية وديملكة دولة البطالمة عزة النفس الكبرياء منعهم انهم يبقى اصر ويمشوا مزلولين في موكب انتصار اكتفيوس في روما ففضلهم الانتحار انتحار انتونيوس بعد المعركة وتبعته كليو بطرة في الانتحار وبكده اصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد ده بالنسبة لنتائج معركة اكتيوم البحرية التاريخ دايما بيقبى فيه اسئلة من نتائج المترتبة على اكتر من بما تفسر الجغرافيا بيقبى فيها بما تفسر اكتر التاريخ بيقبى فيه من نتائج المترتبة على اكتر فنبص تانا على نتائج معركة اكتيوم البحرية نروح بعد كده نتعرف على مظاهر الحضارة الرومانية في مصر ونبدأ بالحياة السياسية وانتو عارفين ان الحياة السياسية بتشمل حكتين بتشمل نظام الحكم وبتشمل ايضا نظام الادارة نبدأ كده بنظام الحكم يطرى الرومان حكموا مصر ازاي؟ حرم الرومان المصريين من الاشتراك في حكم البلاد نفس النظام اللي عملوا البطالمة لان احنا كنا عارفين ان البطالمة اعتمدهم على مين؟ ايوة البطالمة اعتمدهم على ابناء وطنهم اللي هم الاغريق في حكم البلاد يبقى حرم الرومان المصريين من الاشتراك في حكم البلاد خضعت مصر اللي حكم اكتافس مباشرة ولذلك لما يجي يقول لنا كانت تصدر الاوامر في مصر في عصر الرومان من مصر ولا من روما؟ لا اكيد من روما لان مصر خضعت لحكم اكتافس اللي هو الامبراطور بتاع الامبراطورية الرومانية ودي بيقى بمقره فين يا شباب ايوة بيقى بمقره في العاصمة بتاع الامبراطورية الرومانية اللي هي روما ثلاثة حرس الرومان على وضع حاميات عسكرية قوية للدفاع عن البلاد يبقى النظام الحكم في مصر في اسناء حكم الرومان حرم الرومان المصري من الاشتراك في حكم البلاد خضعت مصر الحكم اكتافس مباشرة حرس الرومان على وضع حاميات عسكرية قوية للدفاع عن البلاد وفي نفس الوقت حتى لا يقوم المصريين بالصورات بالصورات ضده ده بالنسبة لنظام لنظام الحكم نروح للنظام الادارة في مصر في عاصر الرومان استخدم الرومان اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد يبقى ما اختلفتش اللغة في عصر البطالمة عن عصر الرومان في عصر البطالمة في عصر البطالمة كانوا بيستخدموا اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد ايضا في عصر الرومان استخدموا من اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد اللغة اليونانية اللي هي اللغة ايه تاني؟ لها اسم بديل؟ ايوة اللي هي اللغة الاغرقية طيب في اختلف بأن هنا في اللغة في عصر الرومان عن عصر البطالمة استخدم الرومان اللغة اللاتينية بتاعتهم هم بقى بتاعة الامبراطورية الرومانية استخدمهم اللغة اللاتينية في الجيش فقط أما للغة الرسمية لمصر كلها كانت اللغة اليونانية في برضو اختلاف في نظام الإدارة في الرومان عن البطالمة تفاكرين البطالمة قسموا مصر إلى كم إقليم 42 إقليم هنا بقى أن الرومان قسموا مصر إلى ثلاث أقسام مصر السفلة مصر الوسطى ومصر العليا دي بالنسبة لنظام الإدارة في مصر تحت حكم الرومان قص على ثاني كده يا شباب نروح نتعرف بعد الحياة السياسية على الحياة الاجتماعي هل حدث تغيير في الحياة الاجتماعية في عصر الرومان لا لم يحدث لم يحدث أي تغيير على الحياة الاجتماعية في عصر الرومان ليه ترى حيث سكن مصر أجنس متعددة من غير المصريين وانقسم السكان إلى أربع طبقات إيه هم الأربع طبقات بتوع المجتمع المصري الأربع طبقات بتوع المجتمع المصري في عصر الرومان نتعرف ويبعد عليهم أول طبقة عندنا اللي هي طبقة الرومان اللي احنا كنا بنسميها الطبقة العليا طبقة الرومان اللي هي الطبقة العليا ترى كانت بتضم مين كانت بتضم الرومان وكانوا قليل العدد وتولوا جميع الوظائف العليا دي الطبقة الأولى من طبقات المجتمع المصر في عصر الرومان نشوف الطبقة التانية طبقة الأغريق طبقة الأغريق حصلوا على بعض الامتيازات كالعفو من دفع بعض الضرائب الطبقة التالتة طبقة اليهود طبقة اليهود حصلوا على بعض الامتيازات بسبب تقربهم من المستعمر الروماني الطبقة الرابعة والأخيرة طبقة المصريين اللي عملهم الرومان معاملة سيئة مما أصرق رهيتهم عشان كده المصريين مسكتوش وقاموا ضد الرومان بالصورات مثل صورة الرعاة والفلاحين في القرن الثاني الميلادي في الدلتة نحن كده أخذنا الأربع طبقات اللي كانوا موجودين في مصر في عصر الرومان طبقة الرومان طبقة الأغريق طبقة اليهود وأخيرا طبقة طبقة المصريين نرجع لهم تاني كده شباب الطبقة الأولينية كانت الطبقة العليا اللي هي طبقة مين طبقة الرومان طب دول كان عددهم كبير لا ما كانش عددهم كبير كان عددهم أليل ودول تولوا المناصب المهمة في البلاد طب الطبقة التانية طبقة الأغريق إيه الامتيازات اللي حصلوا عليها يعني إيه كلمة امتيازات يعني إعفاءات وتسهيلات إيه اللي حصلوا عليه الأغريق من الامتيازات ما كانوش بيدفعهم كل الضرائب المفروضة على الفئات الأخرى الطبقة الثالثة اللي هي طبقة اليهود طبقة اليهود اللي كانوا معايشين أكتر في اسكندرية ولذلك كنا بنسموهم يهود الإسكندرية دول حصلوا لبعض الامتيازات بسبب تقربهم من المستعمر الروماني الطبقة الرابعة والأخيرة اللي هي طبقة المصريين طبقة المصريين طبقة المصريين يا شباب دول تعملوا معاملة سيئة من الرومان عشان كده المصريين قرهوهم وأموا ضدهم بالصورات مثل صورة الرعاه والفلاحين في القرن الثاني الميلادي في الدلتة ولذلك لما يجي لنا سؤال على طبقة المصريين في الامتحان ويقول لنا ما النتائج المترتبة على المعاملة السيئة للمصريين من الرومان إيه النتائج المترتبة على المعاملة السيئة للمصريين من الرومان أدى إلى قراهية المصريين للرومان اتنين قيام المصريين بالصورات ضد الرومان مثل صورة الرعاه والفلاحين في القرن الثاني الميلادي ثلاثة ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي احنا قلنا نركز على النتائج المترتبة على في التاريخ فنركز على السؤال ده بيجي كتير في الامتحانات ما النتائج المترتبة على المعاملة السيئة من الرومان للمصريين واحد قراهية المصريين للرومان اتنين قيام المصريين بالصورات ضد الرومان مثل صورة الرعاه والفلاحين في القرن الثاني الميلادي ثلاثة ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلام كده تعرفنا على الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الرومان ويا بعد نروح لمظهر تاني من مظاهر الحياة الحضارة في عصر الرومان وهو الحياة الاقتصادية ايضطر النتائج المترتبة على وفرة الموارد الاقتصادية في مصر النتائج المترتبة على وفرة الموارد الاقتصادية في مصر أن الرومان استغلوا موارد مصر الاقتصادية لصالح روما أي بعد ما استغل الرومان الموارد الاقتصادية لصالح روما ما تجوا أي بعد كده نتعرف على كيف استغل الرومان موارد مصر الاقتصادية لصالحهم ونبدأ بأول مجال عندنا وهو مجال الزرع الرومان اهتموا بشؤون الري فقاموا بالآتي عمله ايه؟ اصلح شبكات الري تطهير الطرع والمصارف اعادة بناء الجسور ده بالنسبة للزراعة طيب بالنسبة للصناعة عمل ايه الرومان في مصر في مجال الصناعة كانت الاسكندرية مركز الصناعة في مصر لم يتبع الرومان نظام الاحتكار كما فعل البطالما حيث طرقوا الصناعة في ايدي الافراد باستثناء بعض الصناعات الاساسية من اهم الصناعات التي ازدهرت في عاصر الرومان صناعة النسيج صناعة وراء البردي صناعة الزجاج وصناعة العطور طيب ما تجو كده نعقد مقارنة ما بين نظام الاحتكار في عهد البطالما ونظام الاحتكار في عهد الرومان البطالما اتبع من نظام الاحتكار يعني ايه كلمة احتكار في البداية كلمة احتكار هو السيطرة اي سيطرة الدولة على كل وسائل الانتاج كل المصانع عندها هي عند الدولة الافراد لا يمتلكون اي مصانع طيب الرومان ما اتبعوش نظام الاحتكار لم يتبع الرومان نظام الاحتكار كما فعل البطالما حيث طرق الرومان الصناعة في ايدي الافراد باستثناء بعض الصناعات الاساسية ومن اهم الصناعات التي ازدهر في عصر الرومان صناعة النسيج وصناعة ورق البرد وصناعة الزجاج وصناعة العطور لو جانا للصناعات التي ازدهرت في عصر الرومان اللي هي صناعة النسيج وصناعة ورق البرد وصناعة الزجاج وصناعة العطور طب في صناعت من الصناعات دول يا شباب اصدهروا أيضا في عهد البطالمة أنتوا فاكرين الصناعات التي اصدهرت في عصر البطالمة كان الورق تمام هذا ورق البردي في صناعتين في صناعة اصدهرت في عصر البطالمة وفي عصر الرومان اللي هي ورق البردي وعندنا الزجاج وعندنا العطور يبقى كده ثلاث صناعات ما هي أهم الصناعات التي اصدهرت في عصر البطالمة الورق موجودة عندنا في عصر الرومان صناعة الزجاج موجودة عندنا في عصر الرومان صناعة العطور موجودة عندنا في عصر الرومان أما الصناعة بأن اللي اختلفت ما بين الرومان والبطالمة البطالمة اهتموا بصناعة الحلي الرومان لم يهتموا بصناعة الحلي الرومان اهتموا بصناعة النسيج البطالما لم يهتمهم بصناعة بصناعة النسيج ده بالنسبة لمجال الصناعة في عهد الرومان طيب نروح بعد كده المجال لمجال التجارة التجارة أصبحت الإسكندرية أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط بسبب الإصدهار الذي عمل إمبراطورية الرومانية كان عندنا شباب مراكز كتير في الإمبراطورية الرومانية للتجارة كان أهم المراكز في شرق البحر المتوسط عندنا في مصر تحت في حكم في عصر الرومان اللي هو مدينة مدينة الإسكندرية طيب ويا بعد نتعرف على أسباب اصدهار التجارة في عصر الرومان شهدت التجارة رواجا داخل مصر وخارجها رواجا يعني تقدم وازدهار داخل مصر وخارجها في عصر الرومان الرومان ألغم الرسوم الجمرقية على الواردات ثلاثة ارتفاع مكانة الإسكندرية كمناء تجاري هام كان عندنا في الوقت ده مناء الإسكندرية وكان ميناء إسكندرية هو أهم ميناء على سواحل البحر المتوسط بصفة بصفة عامة احنا كده أخذنا الحياة الاقتصادية الزراعة الصناعة التجارة طيب قدامنا السؤال على التجارة أسباب ازدهار التجارة في عصر الرومان إجابته قدامنا نبص على الإجابة تاني عشان ناخد سؤال على الزراعة وسؤال على الصناعة كده سؤال على الزراعة في عصر الرومان بيقول لنا كانت سياسة الرومان الاقتصادية صورة من صور الاستغلال الاقتصادي الرومان استغلوا مصر اقتصاديا أيوة استغلوا مصر اقتصاديا طيب نضرب مثال كده على استغلال الرومان لمصر اقتصاديا هنلاقيه مجال الزراعة طيب نشوف عملوا كده في مجال الزراعة استغل الرومان موارد مصر الاقتصادية لصالح روما مش لصالح الشعب المصري فعندنا مثلا في مجال الزراعة أصبحت مصر المزرعة للقمح تزود به روما لتوزيعه على سكانها كذبا لتأييدهم كانت مصر بتزرع بالأمح انتاج الأمح كان موجود بزيادة عندنا في مصر الامبراطورية الرومانية كان بتاخد الأمح من عندنا من مصر وتوزعوا على سكان الامبراطورية الرومانية كذبا لولائهم وتأييدهم كانوا شباب كل يوم ييجي من اسكندرية كل يوم مش يوم ويوم ده كل يوم بيجي من اسكندرية سفن كان بتقف في من اسكندرية كانت بتحمل شحنة الأمح اللي احنا كنا بنسميها أو المؤرخين بيسموها الشحنة السعيدة كانت بتحمل الأمح من من اسكندرية اللي مزرع عندنا في مصر وكانهم بياخدوه ويوزعوه على سكان الامبراطورية الرومانية كذبا لتأييدهم وده كانت أبشع صور الاستغلال حيث حرم المصريين من ثمرة عملهم من كدهم وكفاحهم من زراعة الأمح لأن المصريين كانوا بيزرعوا الأمح من اللي كانوا بياخد الأمح دي بقى الامبراطورية الرومانية توزعوا على سكانها في الامبراطورية الرومانية كذبا لتأييدهم طب ويا بعد كده ناخد سؤال على الصناعة هم يجي يقول لنا بما تفسر اختلاف الصناعة في عهد الرومان عنه في عهد البطالمة هنقوله لأن اتبع البطالمة نظام الاحتقار في الصناعة الاحتقار احنا قلنا ايه؟ السيطرة اما الرومان فترقوا الصناعة في مصر في أيدي الأفراد باستثناء بعض الصناعات الأساسية اللي هي الصناعات الهمة بحنا كده اخذنا في الحياة الاقتصادية ثلاث أسئلة اخذنا سؤال في الزراعة وقلنا ان الرومان استغلوا مصر في مجال الزراعة لما كانوا بيزرعوا من الأمح وياخدوا يوزعوا على سكان الامبراطورية الرومانية كذبا لتأييدهم اخذنا سؤال على الصناعة ان الصناعة في عهد الرومان اختلفت عن عهد البطالما البطالما كانوا بيتبعوا من نظام الاحتقار في الصناعة الرومان لم يتبعوا نظام الاحتقار في الصناعة اخذنا سؤال على التجارة وقلنا اظهرت التجارة في عصر الرومان قلنا بسبب استقرار الام قلنا بسبب إلغاء الرسوم الجمرقية على الواردات وآخيرا وجود أفضل ميناء على ساحل البحر المتوسط وهو ميناء ميناء الإسكندرية بعدما تعرفنا على الحياة الاقتصادية ويبعد نتعرف على مظاهر الحضارة الرومانية في مصر من الناحية الثقافية في الحياة الثقافية والعلمية احتلت الإسكندرية المركز الثاني بعد روما في مجال نشر العلوم والثقافة المختلفة طب في عهد البطالمة يا شباب في عهد البطالمة في عهد البطالمة احتلت الإسكندرية المركز الأول في مجال نشر العلوم والثقافة المختلفة في عهد البطالمة إسكندرية كانت بتحتل المركز الأول في نشر العلوم والثقافة المختلفة ده طبعا بفضل وجود جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندري أما في عصر الرومان احتلت الإسكندرية المركزي الثاني بعد مين؟ بعد رومان في مجال نشر العلوم والثقافة المختلفة من أهم العلوم التي ازدهرت في الإسكندرية في عصر الرومان عندنا الفن الهندسة الفلك الطب الجراحة الجغرافية والتاريخ طب انتو فاكرين يا شباب العلوم التي ازدهرت العلوم التي ازدهرت في إسكندرية في عصر في عصر البطالمة فاكرينها نفكر بعد بها كده أيوة الفلك الفلك موجودة عندنا في عصر الرومان الجغرافية موجودة في عصر الرومان التاريخ لا ما ازدهرش في عصر البطالمة أي الطب أيوة ازدهرت في عصر البطالمة وفي عصر الرومان الجراحة ازدهرت في عصر البطالمة وفي عصر الرومان يبا احنا عندنا العلوم التي ازدهرت في الإسكندرية في مصر في عصر البطالمة الفلك الجغرافية الطب الجراحة أما للعلومة التي ازدهرت في مصر في عصر الرومان هندسة، فن، فلك، طب، جراحة، جغرافية، وتاريخ طيب ويبعض نشوف كده أهم الملامح في الحياة الثقافية في عصر الرومان أقام المسارح والاحتفالات الدينية استضافت الإسكندرية في عصر الرومان العلماء لإجراء البحوث في فروع العلم المختلفة لا بالنسبة لي الحياة الثقافية والعلمية في عصر الرومان طيب ويبعض نروح لآخر مظاهر الحضارة في مصر في عصر الرومان وهي الأمارة إيه يا ترى؟ أهم المنشآت المعمارية التي أقامها الرومان في مصر طب الأول كده يا شباب أنت فاكرين أهم المنشآت المعمارية التي أقامها البطاليمة في مصر؟ كانت إيه يا ترى؟ أهم المنشآت المعمارية التي أقامها البطاليمة في مصر؟ تمام منارة الإسكندرية طب حد عارف متى تم بناء منارة الإسكندرية أيوة بدأ بناءها في عهد بطليموس الأول وتم الانتهاء منها في عهد بطليموس الثالث طب فاكرين منارة الإسكندرية كان الهدف منها إيه أيوة الهدف منها كان إرشاد السفن في البحر ليلا ونهارا طيب ويا بعض بقى نتعرف على أهم المنشآت المعمارية في مصر في عصر الرومان أقام العديد من البوابات وإحنا عارفين يا شباب وإحنا مرينا وإحنا مسافرين على الطرق الكثير من البوابات يعني مثل مثلا أي مدينة أي مدينة بيقبلها بوابة بناء محطوط عليه يفطح أهلا ومرحبا بكم في مدينة كزا أهلا ومرحبا بكم في مدينة كزا الرومان أقام العديد من البوابات أقواس النصر الرومان كانوا بيخلدوا انتصاراتهم عن طريق أن هما يعملهم بناء حجري على هيئة قوس ده تخليدا لانتصاراتهم في المعارك والحروب التي خاضوها وعندنا أقواس النصر ديات موجودة كتير وخاصة في مدينة الإسكندرية أقاموا العديد من المسارح طب هما أقاموا العديد من المسارح زيهم زي البطالمة كان الهدف يا شباب أيوة كان الهدف نشر الحضارة الرومانية في مصر زي ما كان البطالمة بيعملهم لما أنشأوا من الجمانيزيوم والمسارح لنشر الحضارة الأوروقية الرومان أيضا أنشأوا العديد من المسارح لنشر الحضارة الرومانية في مصر عندنا من أهم المنشآت عندنا شباب مصرح دليل على العمارة الرومانية دي السبقية موجودة لحد الآن من أهم المنشآت المعمارية التي أقامها أيضا الرومان في مصر الحمامات العامة المعابد سواء المعابد على النمط الروماني والأغريقي والمصري بدي أهم المنشآت المعمارية التي أقامها الرومان في مصر نفتقرها الثاني كده أهم المنشآت المعمارية التي أقامها الرومان في مصر عملوا لنا إيه البوابات المسارح أقواس النصر الحمامات العامة والمعابد وكان المعابد في عصر الرومان بتحمل الطراز الروماني والاغريقي والمصري وبمظاهر الحضارة العمرانية في عصر الرومان بنكون كده وصلنا الى نهاية الدرس التالت في الوحدة التانية من دروس التاريخ للصف الاول الاعدادي 2023-2024 والدرس بانوان مصر تحت حكم الرومان والى اللقاء ان شاء الله في دروس اخرى من مادة الدرسات الاجتماعية للصف الاول الاعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته